إحنا عندنا السنة العمرية للمرتكب جرام الإنترنت مش هتصدق أحدك إنها تبدأ من 6 سنين لحد سن 21 أو 22 سنة 6 سنين؟ من 6 سنين ليه بقى؟ لأنه هو بيبتدي يتعود على أنه يستخدم الكمبيوتر في الجيمس أما بيبتدي يتقالف بينه وبين الكمبيوتر خلاص بيبتدي يبقى فيه ألفة فيه استخدام فيه استعمال يبتدي بعد كده يدخل على النت يبتدي يتعلم برامج القدرة الزهنية عنده إنه يتفاعل مع البرامج قدرة عالية مش موجودة عند حد مثلا عنده 40 سنة 50 سنة الكلام ده فإحنا عندنا مشكلة جمدة جدا إن أنا عندي قانون الحدث خلاص أنا حتى ما بوصل بعد التحريات وبعد إذن النيابة وبعد الكلام ده كله وفاجأ إن أنا قدام عاية صغير أو مصنف في الدولة إنه هو حدث طيب الحاجة التانية ما جينا دورنا على البنز هذا فندم لو مش مصنف هو بالفعل حدث هو بالفعل التفضل يعني أقصد مصنف في القوانين ليه قانون الحدث اللي هو تسليمه وليه أمره وإداعه ضر رعاية الأحداث يعني أقصد إنه إحنا ما شافناش غليل المقني عليه في الوقوبة صحيح طيب في الحالة دي فندم يعني حل المشكلة دي ممكن يكون بإيه؟ يعني هل ممكن يكون إن منع فئات عمرية معينة؟ يعني زي ممكن تتغلبوا على مشكلة الحدث في ظل ارتكابه الجريمة؟ هقول الحقيقة على حاجة لو إحنا جينا تعرضنا عن الحدث إنه نعلق العقوبة بتاعته هنفاجأ إنه نحن بندخل في مواسيق دولية وانتهاك حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الإنسان وحق الطفل وكلام دي كل الناحية التانية كلمة منع دي كلمة صعبة جدا زي ما جينا تعرضنا قبل كده اللي كانوا هيمنعوا المواقع الإباحية وزي ما تعرضت التركيا مثلا إنها قفلت تويتر وكلام ده والقلق اللي حصل ورجاء فكلمة منع وحجب وإلغاء ده كلام غير قبل للتطبيق أصلا لأنه عندهم تقنيات عالية جدا والسيرفرز اللي هو الأساسي بتاع المواقع دي موجود بر